أعلن سمو الشيخ عالدي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور الخدمات يوم غدن الأحد والبي اي يوم الأثنين الذي يليه بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين وذلك في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومبادرت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي وجه فيه سمو ولي العهد إلى عقد ورش عمل للوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيدا لورشة عمل المحور البيئي والخدمات التي يترأسها سموه رئيس اللجنة الوزرية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام الأسبوع القادم يوم الأحد الموافقة الرابع من مارس وهي الورشة الثالثة التي تنعقد ضمن سلسلات ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 في مختلف محوره الرئيسية وقال سموه أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسليمها حول المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزرات والجهة الحكومية ذات العلاقة بالمحورين ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعها ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور البيئي والخدمات ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخريفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم